شئ ثالث في الحرب الروحية حقيقة ثالثة احمل سلاح الله الكامل لكي تثبت البسوا سلاح الله الكامل لكي تقاوموا في اليوم الشرير فالشيطان يعمل عن طريق المكايد واحيانا اخرى يعمل كأنه ملاك نور عن طريق البدع والضلالات والديانات المنتشرة في هذه الايام فهو كذاب يريد ان يدمر مملكة المسيح بكل الوسائل وبكل الطرق احيانا بيكون في ايام شرسة اكتر شطان بشن حرب شرسة في فترة زمنية معينة فيقول عن هذه الاسلحة الرسول بولوس في الاصحاح السادس اول شيء فاثبتوا ممنطقين احقائكم بالحق الحق هو عبارة عن حزام وهذا الحزام هو اللي بيمسك كل الجسد الملابس وايضا في هذا الحزام ممكن يحط الخنجر وايضا بيلبس السيف حتى يستل السيف فالشيطان كذاب فعندما تمنطق بالحق فيسوع هو الحق وكلمة الله هي الحق وعندما تمتلئ بالروح القدس هو روح الحق من اجل هذا ينبغي ان الحق ان يحيطك بكل مكان كما يقول الكتاب البسوا الرب يسوع المسيح فالمسيح هو الحق بتعبر عن الاستقامة بتعبر عن الضمير الصالح بتعبر عن الحق اللي هو تجسم وتجسد هذا الحق في شخص الرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة